بسم الله الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب هذا الفيديو ملان من الأجوبة والنصائح وكلكم ستستافدوا منه إن شاء الله كلها تدر على الاقتصاد وعلى التدبير وعلى المصروف وعلى التربية ديالوليدات وعلى كيف تستثمر المرأة في نفسها وفيوليداتها لهم ونتمنى يعجبكم وما تفوتوه إن شاء الله ولكن قبل في هذا الفيديو قد نوريكم أولاً أنا قد نركب الصوت على الصورة لأنني ما عنديش الوقت باش نجلس نتصور فيديو غالسا ولكن في البداية للفيديو قد نحط واحد جواب ديال واحد الأخت صوتتني على الكليماتيزر قد نحط لها تقريباً هذا الجواب بسرعة وقد ندوزل الأسئلة والأجوبة ولكن رأي الفيديو مهم لأنه بزال الناس قد يسمع الأسئلة الأجوبة وما كي ينتابه الفيديو واحد الأخت كانت تسويلتني على الكليماتيزر البلاسة اللي خليت ليح خبيبتي عادي هذا كي نتمل هالبلافو هالبلاسة عادي يعني الحيط عادي ما كي يحفروا ما كيورو خير دوسنا لي الضوء وجدنا الضوء وفاش سميته ستقبل الحيط وراء هذك الكليماتيزر وغادي دوز غادي ركباتك الصندوق ديالو في الزنقة وغايدخلو هذو كل بريزيلو ههو هنا يعني هنا هذة البلاسة بالنسبة له الكليماتيزر الأخر دوزنا كين في الزنقة في الصندوق ديالو دوزنا في القبز هذو كجعابي ديالو دخل صلة السجر السجر كين دب فيه الكليماتيزر هنا هذة الصلة ديالو خص واحد كبير هنا هذة ولكن باقي مدرتوش هو الردوز باقي مدرتوش هذك تشوفوا هذا الجواب ديالواحد الأخت كانت سويلتني على الكليماتيزر بلاسة دير وفي الزنقة عادي الحيط عادي يعني حتي بغير ديرو كيدوا لواحد الصفورة ديالو وصافي حبيباتي الغاليات كان اعتذر منكم لأني كنزير عليكم كنقصح عليكم ولكن الله ما نقصح عليكم أنا وما يقصح عليكم الزمن إن شاء الله يسر أموري وأموركم جميعا ويفتح لي لكم أبواب الرزق من أوسع يا رب يعطينا صحيحة كاملين يا رب العالمين والله يفرج علينا ويهدينا ويهدي علينا يا رحمة الرحيم حبيباتي الغاليات هنا يا بعض الأخوات كي يسولوا شي أسئلة وبغيت نجاوبكم هنا صوت اسمحوا لي اليوم غير غير رقب الصوت على الصورة يعني ما تنتبهوش للصورة رأى ما غير يكونش نقدم معها كنستسمح منكم اللهم ما كندير شي حاجة وفي نفس الوقت رأني كنجاوب هنا بناتي الغاليات وحبيباتي الغاليات والسادة الرجال اللي كيتفرجوا بزاق في القناة وما قدروش يزعموه على باش يشاركوا في التعاليق ربما الكبرياء ديالهم ربما ما بغوش يبينوا لي عنهم أخطأ كي يخطأوا في التسيير المصروف للإدارة المالية وهذا شي رأى عادي عادي ماشي شي حاجة اللي هي رأى كلنا كنت علموه كلنا يعني وبالعكس مزيان تشاركونا الرجال هذا التجارب ديالكم والأخطاء ديالكم باش يستفادوا الرجال أخرين واستفادوا النساء معكم واستفادوا إحنا كاملين وقاعد اللي اكتب لي فهذا فعلى الجماعي هذوك اللي خرجوا من الخدمة راني جاوبتكم في الفيديو اللي قبل من هذا وقبل منها قبل قبل من هذا اللي فات قبل منه يعني غادي يكون واحد الفيديو ما بين هذا وهذاك اللي فات ما عارف عشان ما عليناش قلبوا لي في القناة راه فيه الأزمات يعني العنوان دياله فيها الأزمات والزمان يعني دوير الزمان وهذا المهم نسيت العنوان اللي درت له والله يلك القصعوبة في العنوان ديالفيديوهات البنات اللي بقوا وحطوا لي يعافكم دخلوا للمنتدى وكتبوا لي غا نكتب غير اقتراح العنوان ولكن تكون في العنوان تكون يعني تشد المتفرج وفي نفس الوقت في سياح الفيديوهات هما كلهم على التدبير الاقتصاد النصايح ولكن أنا لاحظة مليك ما عرف ما عنه النصايح مهمة جدا رمكينس حق غالي كيبغيك والنصايح ديالي رمشي سير شري ولا سير يعني فرتة الفلوس ديالي ولا هذا لا بالعكس النصايح ديالي راه في بلاد اخرى غديد مشي عند كوتش راه تخلصي 400 درهم الحصة هذه القليلة الحصة رمك فيها ساعة يعني ساعة فيها السلام فيها هذا ما كاملش يعني 45 دقيقة حبيبيتي الغاليات هنا يا البنات الغاليات كيساولوني كيقول لك مثلا انا عندي الاصلاحات في الضار والبريكولاج هذاك الضرف لكنذير البريكولاج ما قدنيش هنا لقيت واحد الاخت كتبتالي البريكولاج راه ما شي هو الاصلاحات الاصلاحات في الضار مثلا عندي شي طوالت تريبها بريت نزل بريت ندير لها الفايانس بريت أصلاح إصلاح نعطيكم نصيحة انت كنت كامل بناتها كامل كم مبنية كم مبنية كل ما تكلمت مع المعلم ما سيكون يسغر مبنية ما يعطينيش المبلغ كامه مع انه عارف المبلغ وعارف كل شيء ماذا يقولي يقولي هذا الى كان يدير الفين درهم يقولي ماشي سبعمائة درهم ثمانمائة درهم حتى يدخلني نتقدى صافي ما تليش نرجع اما الى قال ايا لانهم تبارك الله عليهم اذكياء وعارفين يعني صافي فهمو تعلمهم بعضياتهم الى قال ايا الفين درهم وانا ما عنديش الفين درهم وانا ما يقولي سبعمائة درهم هنا كي وحلني انا كنبدأ وكيقول لك ده برا ساعت مشي تسلف تدير تبيع ما شغليش انا نبدأ لي هالخدمة مهم انا نشدد الخدمة ما نفوتهاش نا كل شي كل شي اي حاجة بايدره في الدر يعني من اللي تجيبي المعلم تقولي شحل غان صوبت بيت الناس او شحل غان صوبت طوالات حشاكم اواد الكوزينة غادي يعطيك واحد المبلغ دائما انتي ضو بلي ذاك المبلغ على ثلاثة يلا قالك خمس الف درهم اعرفي راه مليون ونص يعني يلا تلملك هذك الموضوع قالك الفين درهم اعرفي راه ستلف درهم قالك الف وخمسمائة درهم اعرفي راه اربع الف وخمسمائة درهم هنا من اللي تبغي تدري الإصلاحات كتشدي كتجيبي المعلم كتسوي ليش حل كتمشي كتولي توفري قولي غير بيت نستاشر ووفري لاذاك المشروع او هذك الإصلاح مش مشروع هذك الإصلاح حتى توفري لوحد المبلغ ومثلا قالك جيبي جيبي السيماء جيبي البريك جيبي المهم كان نهضر مع جيبي الرخام جيبي ننصحك لله الناس كتجي تضرب الرملة كدام الدر ديالها بغا تبني شي حاجه وكتج تضرب الرملة ولكايس ما تحتوهم صفية تبغو تبدو علش لانا غيشتو هلكم غتشتت يلا ما كنتي غتدخليها اه السيماء ما تشريها اخر شي حاجه يعني صفي بغي يبدو المعلم اليوم شريها اليوم يعني كتبرد كل شي نوع السيماء لالبيضاء لالكولة ديال زليج ديك اللي كتكون بحل السيماء هاد الاشياء ما تشريهاش حتى صفي تبغي تبدو البنيان حطي الفلوس ديالك عندك سيري يقول له اكتب لي هاد الشي اللي بغيت عليك ان سباغو لشي حاجه يكتب لك المعواد اللي بغيتي لبنات اللي كي بغوا بغوا يسبغو نعطيكم واحد الناصحة هنراني في الاقتصاد وفي لبني لبنات اللي بغوا يسبغو مثلا ويجي السباغ عندك ويقول لك جيبي لي اه السطلة ديال خمسة كيلو او ديال جوش كيلو او هادا لان كنت لغرفة كبيرة قول لي هلا انا بغيت تقول لي شحال غادي تقريبا شحال من سطلة ديال خمسة كيلو او ديال جوش كيلو حتي يعطيك ما تيقول لك خصة هربعة وثلاثة او وراء ما يقول لك بزاف ويقول لك شوية حتي يبدأ ويقول لك زيديني انتي سيري شري الكبير لان كل واحدة فيها واحد واحد الكوبون ديال كيرجعو لهم هما الفلوس كيفتحوه ويرجعوه خليه له هاداك الكوبون ماشي مشكلة ولكن العوض ما شريخ خمسة شري واحدة غير خافيها واحد الكوبون هو بغى بزاف شريلو بزاف شريف بقى بزاف ديال الارباح فيهم كي يهز هاداك الكوبون كي يديه المول السباغة المول الدروغري كيرجعوه كي يعطيه مثلا خمسة درهم او تمانين درهم او او ربعين درهم كل واحدة على حسب السطلة وعلى حسب السباغة او المركات السباغة كاللي كي يبدلو عندو كيش جانو الشيطات السباغة وذلك الماتيريال ديالو هو اللي كي يسباغ به لهذا ما تطيحش في الفخ ديال سطولة السباغة كبير كانوا عندك السباغة في الضار وانتيها مساكناش في الضار كي يسبغوا قلتينهم سبغوا بقوا في الضار بوحدكم ويكدري هادرا كي ينشي سباغة ما كي يسوها وش نقولها لكم وكاني نولد الناس انات لقيت معاولد الناس ولكن البلومبي اللي قدلي الضار دخل شحال من ضار لانه البلومبي بدأ لي الضار من يعني بدأها من البداية كي يصوبيه الان بقي كي يجي عندي بلومبي تريس يعني وكيدرون بجوش المشاكين اللي شاف عند ناس كي يجي كي يعودهم لها كي يقولي عندك دير وكي ينصحني بحال ولدي قال لي يا راني مشيت لعند الناس كي يجعي طوليا نفتح ليهم سكنوا دارهم وكملتوا ذاك شي وكي يخو الماء وما يمشي لهمش في القوادس جدا واحد شوية مشاء وشوية وداروا الضيافة ذاك النهار اللي يسكنوا نهار تاني داروا صدقة في الدار وبقى الماء والناس وارواين وهذا فجينا نهار سلقوا السباغة هادوك المعلمين كانوا كي يسبغوا كي يشدوا سطلة السباغة وكي يخوها حشاكم في طوالات البلدية فاش كي يخوها في هذيك طوالات كتمشي مع يعني هكا درت عفتو ذاك القادوس الكبير كي يكون ركا تشوفو هنا عندي خارج انا مدفنتوش في الحيط والما لانه مشكيلة مع التيوذ الماك يتفرقوا عبو حدو الماتريال مشي صحيح وهذاك شي اللي يطلع عنا في الجنوب يعني احسن ماتريال ديال التيوات ولكن ما يسوى دابعات خرج واحد زرق وخضر خضر خضر ماشي زرق واني حاس انا في البدايات مدرتوش قلت ندير هذاك ما بغيش انا ذاك ذاك الحديد ديال نحاس الميدوز منه هكا كوخاء لانه مشي نحاس بير يعني قلت لله ما ذاك البلاستيك مضوبة وهذا وخاص بالماء وساعس لقيت فارقة ما عنيناش نرجع لكم يعني كانوا عندك السباغة ستبقى معاهم نجيب غدايا نجيب هذا نشوف شو واحد يقابل وليداتي ممي ولا اختيش احد اللي يبحر راسي او يبقى او نكري خويا ولكن شي واحد اللي عاقل يعني هكا مطور يقابلهم ما نعطيهمش الساروتي بوحدهم نجيب هالساروتي ونجيب نفتح ليهم ونصد نفتح ونصد ما نخليهمش بوعدهم في الدار علاش لانو كايني واحدين غايخو لك السباغة باش مش تشري لهم السباغة لانو ما بغوهما سطلة اخرى باش يزومنها لانك تيغت تخلصي درتي معا نقولوا مثلا تلت الف درهم باش يسبغ لك الدار غايقول تلت الف درهم ولكن انا اليوم الى هزيت هذيك السطلة هذيك الكوبون ديتو الملحونت غايعطيني في مية درهم الى كانت كبيرة او سبعين درهم او ربعين درهم اه كيفضل هو كل مهار يجز هذيك الكوبون يدي يعني يخوي لك السطلة ويقولك جيب السطلة اخرى كي يخويها ويقولك جيب السطلة اخرى هذا حبيباتي نتابعوا لهذا القادية هذا نرجعوا دابا الاقتصاد ديال البريكولاج والفرق ما بين البريكولاج وما بين الاصلاحات الاصلاحات كي يقولوا لواحد المبلغ كبير اما البريكولاج كنقولك ديال البريكولاج او الضرف البريكولاج او الاصلاحات هذو غير الصغيرة انا كنقولهم اصلاحات من الخطرات بالعربية بريكلاج م أعرفت اسميتها يعني بريكلاج تبريكل لي شي حاجة صغيرة أما الإصلاح أنا كنقول شي حاجة كبيرة يعني كنت صلحي بحضة بلاصة كبيرة بريكلاج هي ما عرفت نترجمها بالعربية الصراحة وشيينت إصلاحات ولكن أنا الإصلاحات كنترجمها فراسي أنا لأنها شي حاجة كبيرة والبريكلاج شي حاجة صغيرة التي يخسر روبيني ترس سقطت لباب ترسات شي حاجة يعني زليجة طاحت يعني شي حاجة وننصح لبنات اللي كي يبنوا أو غادي يبنوا يفكروا يبنوا في المستقبل كتشدي هذا كزليج اللي درتي في الأرضية كتخبعي منه واحد الكارتونات أو شو كارتونات كتشدي هذا كالديال الحيط كتخبعي منه كل واحدة خبعي منها يعني خمسة ستة دلبيسات خمسة ستة القطع ماشي الكارتنة غير قطع هكا علاش لأنه غير كتمشي شهرين ثلاثة ما كتلقيش بحالو في السوق ولا تهرسلك ماشي نورمال باش غادي تمشي تبدلي الدار كامل لأنه تهرسلك جو جليجات أو طاحو وخاص لاش بشي معلم هكا الزربان ما عنده سوق ما كيتتقي الله ما كيعمرش ورز جليجة أو الفيانس وكيجي كيطح من الحيط هدي نصيحة في البنيان والفرق ما بين البريكولاج وما بين الإصلاحات في الدار يعني الإصلاحات غادي لهم واحد المبلاغ كبير وغادي تزيري الصمتة أما البريكولاج غادي تديري واحد المبلاغ صغير هو وديت شي حاجة إلا خسرت لك أنت ما كانت وتهرس الجاج الشرجام أو شي حاجة يعني شي حاجة بسيطة في الدار هذا هو الفرق بيناته هنا غادي نضيف لهذا الفيديو الإبناء اللي كينا في واحد البلاد أنا ما عرفت اسم البلاد ولكن فاش قلت الأوروب كينا في أوروبا ربما هي الأوراق ديلا باقي ما كاملينش قلت جمعت واحد المبلاغ مالي لأن الزوجية لها يعني ما عندوش ما فرصوش يجمع ولا يدير يبني الدار ولا يدير شي حاجة وهي باقي يدير دار لوليداتها كد جمعت بارك الله لها وجمعت واحد المبلاغ لباسة به ولكن المشكلة ديلاها هي ما تقدرش تفتح حساب بنكي في هذك البلاد لأنها ظروف ديلا الأوراق ديلاها أنا اللي كنت عارفة ديلا حاليا ما عرفت شنو ولكن اللي كنت عارفة وأكيد غادي كون تطور للأحسن لأبناك المغربية أي شخص وخا ما عندوش لوراق يقدر يفتح حساب بنكي من هذك البلاد اللي كين فيها في أوروبا أو بلد عربي ويرسل يحط لهم الفلوس الماء وكينين بعض المدن وبعض القرى اللي كيجي واحد المندوب على هذك البنك اللي عندك كيدي عندك إليك المبلاغ كبير كيجي عندك ويفتح عندك الكون تفتحي في الدار ويدي عندك هذك المبلاغ ولكن انتك كديوش ديلا البنك ليكون شي شفار وكيفتح وكيفتح وكيفتحي ما سميتو كانت مشي خرج شي خريجه شوف يقلب على البنك يلولا في الانترنت دخلي اللي عندهم من خلال عندهم رقم تليفون غايكون رقم فاغ نيميغو فاغ يعني رقم بالمجان وغادي يكون عندهم الجمايل وغادي يكون عندهم مطل الواتساب ما معرفت دخلي عندهم تصلي عليهم سوليهم على هذا هذا من اللي فاهموك مزيان خطفي راسك وسيري واحد النار فتحي الحساب حطي في ليستك فيه ومرة مرة مرة مليت جميع تقدري تصافتي مع شي واحد اللي كتعرفيه شي حد من عائلتك شي حدا يلوح لك في الحساب ديالك عندهم هذا كان عندك حساب في البنك نفس هنا في المغرب نفس الشي كتدري كتتمشي تمام كترسليه من خلال هذيك البنك المغربية يمكن على ما أظن هذي ما مني متأكدة فيها ولكن هذك بعدك هين صافي هذة ولي غا نقول لك أما الزوج ديالك هو غير مسؤول عن الفلوس اللي هو دياله والراسه كتزين جمعين تي الفلوس وغادي تعطيهم له هنا حبيبتي وعرفي بالله را غادي يوكلهم لك ماشي يوكلهم لك لبنية السرقة او لا ولكن غا يدخل فيهم شوية شوية ونقول لكم واحد الحاجة المال راها قليل اللي غادي راها كل شي نقدرو نخبعوه شي حاجة تخليها عنا ولكن الفلوس ماشي كل شي ناس يقدرو يخبعوها كي اللي غادي يقول لك بلاتين هذي صغار ميدرهم نردها نهزمتين هتا يزدق واحل وما تلا يقدر يرد لك هنا واحدة من البنات الغاليات كتقول تبعتني ش حال هذا وجمعت ودارت يعني يعني جمعت شوية راسة ولكن الدراري كبروا المصاريف كبرت كل شي غلا المتطلبات كثرت الدراري متطلباتهم كثرت وهما سبعادي للاشخاص دابا متلي تقدر تسيطر على الوضع اكيد لهذا كنقول لكم من وباقي وليداتكم صغار ديروا علاش باش تقررهم اجمعوا باش ما تبقوش لانو شوفوا نقول لكم واحد الحاجة دابا انت يا بغيتي جايين عندك بقيت يقلت افضارك هادي ما حتى شعرك ما مشطي هذك النهار مزيان ما كانت عذيك لقانا باش تمشطيه شوية جاتك واحد تليفون اعز اشخاص عندك فعيلتك قولك ره جايين و جايبين معانا ثلاثة ديال اشخاص اخرين غرباء يعني هذك الاشخاص العزاز ما تقدرش تقول لهم شي حاجة واخاهم ما يجابلك لي جابلك هيك غادي تنوضي بالزربة 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 وغادي تبقيت كلي ويلي وانا جدرت وضالي ممجموعة وحالتي ممقدة وما عندي ولوف تلاجة وما عندي وغادي وغادي اول حاجة غادي تشدك راسك غادي ضرك وغادي تسترسي يعني تقلقي يجيك القلق لانك محتشي حاجة ما موجد حاجة ما عندك مكنتش عاجت حتيتك واش كتتمردك هذ الحالة ولا ما كتتمردك ياك مادام هذ الحالة كتتمردني اشنو كندير كنوجد لا شوية دلحام كنوجد شوية دجاج كندور رقدون نعقدون دخلوا الكنجيلاتور كان نرقد اللحم وندخلوا الكنجيلاتور كان وجد شوية البرقوق عندي في الضار او الزبيب او المشماش او بجوجهم كيكون عندي دائما شوية دلوز محمر اللحو في الكنجيلاتور مفسخ ومحمر كيكون عندي شوية الشعرية ديال السفن ديباني بها هذي هي السالة وراوريتكم في القناة بحلاش كدرها في ثلاثة ديال دقائق كتوجديها السفن ديال الشعرية كتكون عندك هذي الأشياء في الضار كيكون عندي شوية دلوز او شوية دلوز او شوية دلوز او شوية دلوز مخبعتهم وموجودين في الضار عندك شوية ديال فواكي مقطعتهم وديرتهم في المجمد باش تصوب شوية دلعاصر أشغي يبقى الخبز والفواكي والمشروبات عندك هتين عندك السكرة عندك الزيت عندك بيتلخزين ديالك أشغي خصيكات نوضي غير تعجني الخبز وتشري المشروبات وربما حتى يرا عندك في الضار في البيت الخزين وتشري الفواكي والفواكي بوحدهم اللي من قدروش اللي غدي نحطوهم على الأكل طريية من قدروش نخبعوها هذي تشري متران كيلو دلبانان كيلو دفاع وجوجوجوجوجوج وهندي سالتي ياك مدام أنا قادر نوجد الضياف ديالي الشي حاجة الضياف ديالي ايو تفكري تخيلي هنا يا أولادك جاء تكمل الباك ديالي وقال غدي نخرج نقره برا او بغيت نقره في الشي مدينة هنا في المغرب او بعد الإجازة ديالي وقال غدي نخرج نقره ياك وانتي ولدك هذك بغيت يقره وبيت يدير يحقق طموح دياله أعز إنسان عندكم أولادك ياك ما كتوجدي لهمش الضياف نوجد لهم أولادنا من وجد لهم أولادنا أولى بنا نوجد لهم وأحق فينا نوجد لهم لأنها كتستثمر فيهم هنا كتتخرجي واحد الإنسان كتخرجي للمجتمع إنسان منتج وهذا رأسه من لي انتي من الصغر ديال ولدك يا الله انتي تزوجتي وهذا وبديتي كتجمعي قبل أصلا ما ولتي عاد ولتي وبديتي كتجمعي لأنه فاشكات ولديرها كي تزادوا لكوش الحليب للمراض ديالدراري الملابس الألعاب الخروجات هذا فلولك انتي وراجلك تشدوهر طاقسي وتمشوا الفين ما بغيتو مع الدري صغير ما تقدروش عندكم دري او شوش فكروا في هذا الشي من لي انا نجي ننصحك نقول لك انتي ديري 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 رابح الحكا من لي توصلي ما تكونيش مستريسيا تكون عندك الحمدلله ما خديش تكوني يعني ضروري ما كونش واحد شوي ولكن ماشي لدرجة أنك يالله اوف قرأيها خذوا يقرأ في ناجبت الفلوز غمشي زكريدي واش خديتها زكريدي العام كامل ديال القرأيها عامين تلا تراها شهر تابع شهر شهر تابع شهر شهر تابع شهر شهر تابع شهر الدراسة الجامعات بالفلوس وزيد وزيد والملابس والاكل وحتى هو غير مرض متعرفية مرض لش حك لهذا كان بداوما البداية ديال الزواج احنا ماشينا نوفروه نجمعوه نديروا الاحتياط ونديروا هنا وهنا والاقتصاد ورغم ذلك لابسين مزيان وواكلين مزيان ما شي لدرجة البدخ ولا شي لدرجة الاسراف ولكن في حدود امكانياتنا من لي يوصلوا له ديك يلقوا عندي باش يقرأ ويلقوا عندي باش ندير ونستثمر في نفسي انا ندير شي حاجة نكون منتجة. في نفس الوقت ندير ايدي على ايد نقصد في الدار نقصد منهم نقصد منهم نقصد منهم نقصد منهم ونقصد منهم نقصد منهم يهزون راسهم وانا نكون منتجة لنفسي ونستثمر في نفسي نقصد منهم لماذا؟ تلك الوقت اللي عايش فيها دابة قاسحة انت راجلك الى اعطاء دابة 500 درهم لأمو كتبال لك في الحساب دي هالك بحال اشتا ولدك والله بنتك اللي جاو غدا وعطاوك 500 درهم او 1000 درهم لواحد او غير واحد عندك واحد وخدم وخمسمية درهم او 1000 درهم يعطيها لك من المانضة دياله راح بحاء في ذلك الوقت قبل منه انت كنت تأتي قاسحة دابة في الوقت دياله هو المستقبل راح تجي قاسحة اكتر 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 لماذا؟ لان الوقت ماشي وكتغلق ومتطلبت ماشي وكتكتر لهذا استثمري في نفسك ذاك شى اللي كتدير انت حلويات شي حاجة خياطة خدامة موظفة سكرتيرة مديرة اللي بغيت تكوني خبعي منه واحد الجزء لك انت يكون عندك التقاعد يالك يكون عندك السيدات اللي ما عندهم ما خدامين باش يدرو التقاعد ديالهم او يكون عندهم التقاعد ديالهم باش يشدوه يجمعوا واحد شوية ما تقولوا ليش في الذهب الذهب غادي تمشي تبيعي لكن في الحجار يحيدون لك الحجار يعبرون لك ويبيعون لك بنص ثمن بدون حجار اصلا مملي بنص ثمن والحجار اكتر بربعة ثمن وغادي تضيعي في فلوسك واصلا تذهب تذهب لها ديال المغرب راها فيها بثاف ديال النحاس يعني ماشي ذاك الثمن دياله اللي كان شروب به والغادي نبيعو به استثمري في شي حاجة اخرى اللي كترد لك كل شهر وكتبقى راس المال باقي اللي تستثمر فيها إلا كان عندك الدخل شري غير محل دياله تجاري محل في بلاسة تجاري كان عندك فلوس شروب وخلي راه هو كاين موجود ما غاكيتحييتش وكريه هنا البنات تكتبوا لي يا شي بنات قال لك رواعي راكت لقي مع الناس لا راكت مشي كتديري عقد كتديري ما تطوليش ذاك العقد عام ماكسموم عامين وكتديريه وكتديري في العجال وكيتسجال وكل شي ويستفدوا للمستقبل وميكونوا عالة على شي واحد ويكبروا واحد الجيل ماشي عالة على شي واحد دابيلة جينا مثلا غا نقول لكم واحد الحاجة وفكروا معها مزيان فكروا غمضوا عينكم واحد شوية وشوفوا مثلا اعلانكم انتم مواقفين فوق فوق شي حاجوك تشوفوا المغرب كامل قدامكم وش المغرب كامل خدام لا وش واحد الاسرة كاملة تلقيها خدامة لا كبار احنا ما كنا ندروش على الدرية الصغار والناس الكبار في السن لكن ندروه مثلا نقولوا عندهم كل شي من عشرين عام حتى الخمسة وقمسين عام وش تلقي البيت كامل خدام قليل غا تلقي الاسرة كاملة خدامة هذيك اسرة منتجة ولكن وكان بعض المناطق في القرى وفي الجنوب عندنا كانت تلقي واحد خدام على جوج ديور كانت تلقي واحد عنده تاكسي وخدام على دار كانت تلقي واحد عنده هندا وخدام على دار وما زال كيعاون خالته او كيعاون جدته او طامعة فيه شي حد في العائلة فهمتوا لهذا لانه كانوا يقولوا انا عندي والدي صافي انكبر والدي صافي ويمشي يقرأ وهذا وما زال رامس كنا ما عارف رات راجع معه الوالو يمشي يقرأ وهذاك الولد بغاته يتزوج ويولد اولاده ويزاهية ويزبه وربما يتزوج بمرأة اخرى وبغا احتوه يعيلوا على دار اخرى ويعيلوا ممو في دار اخرى ويقرخوا واختكراها مريضة وعنا عادات خائبة يعني عادات يعني ما فيهاش ما هي مدروسة فهي زوينة لو كانت في واحد الوقت كان كل شي موجود زوينة عند الناس الاثرية ولكن الناس الفقراء ماشي زوينة عادات سيئة واحد خدام سكينة موظف أستاذ ولكن ليس شي ثري واتجي ختم جاية مالي تبغي تسافر تقولوا امها امه شري لها الظربية شري لها مكينة الصابون واختوه بغاية قرصة لدارهم من عند دار امه وعند اخوها ايه هزخوها كريدي هزبها كريدي تزمها كريدي ما عندهاش سوق عندها شي مناسبة لأم ما عندهاش سوق راه ولدي خدم ماش حالك يدخل ولدها ما عندهاش سوق بغد غد تعرض على مش حال من مره وبغاد هذه بغد تمشي اعطيني يا ولدي ندي الكادو اعطيني يا ولدي ندي هذا اعطيني حتى يقولي هذا الانسان مريض لداخل مريض كي مرض كتشوفيهم سكترك بالتاكسيم اشي واحد او هونضا او تشوفي شي كتشوفيهم هكا موسوس حتى سنيه ما كيشوفهم مش الملايواش منقيم ولا ما منقيم من كتر ما هو موسوس ولا تريحتو عافنة ما كيديهاش في راسو ولا ناس راسو نسا راسو لهذا خاصنا نتغيرو ونغيرو هاد الفكر ونقرروا ولادنا باش يهزو روسهم ولكن احنا نهزو روسنا السيدات الباقية صغيرة بس تثمروا في راسك ما تبقايش غلصة في الدار و تسنا يا راشلك خدام وغير مقابل ولداتك ومقابل راسك في المراية والدار والبرطابل لا رانا ازا ما كان طيب كان نقي الدار كان صبا كواشي حواجي رحتكم زوينة ضاري رحتها زوينة ومبعد اشنو درتين راسك راه الموت كاينة راه هادك الراجل انتي مضامنه حياته وانتي مضامنه حياتك ما عارفنش كله يسبق ولكن تصور انتي هاد الراجل مثلا تخدم مع واحد في محل تجاري وقعد شي حاجة شي حاجة لا يستر لا يستر أنا ما كان تفايله لكم ولكن كل شي يحطه في بالكم وهاد السيد توفى او شي حاجة زوجك شنو واش هادك المحل التجاري دير هادك السيدة خد يصرف لك لا هاد يجي قاعي يدور منعك نهار يموت انا فاش مات راجل ايجي العائلة يجي هاد يقولك هذا هاد ولكن من بعد را كل شي مقوقع عقلي انه بك تدري مع شي واحد على شي غارض قاعد ما يجوبك غادي غادي ما غايت فاكروك ها هادك من المحل التجاري كان خدام معي الزوجي هالك او في المكتبة او عن شي كاتب عمومي او هو براسك كاتب عمومي غادي او كان غير كي يبيع واحد البيع او الشرياء هاكا سمصار في السيارات او شي حاجة غايتوقف هادك العامل غايتوقف وانتي قنتي قل صغير في الدار وخخل لك الدار ومن بعد هذي الدار شغد تدير لك هيا عندك مزيال الحمد لله مكارية ولكن وش هذي الدار غايتوق من الشر الشر بش تصرفيه الى مكان هو عنده واحد وحتى الى كان خدام مع الدولة راهدك لاغو تغيط لغيجيك را ما غيكفيك في الجيش راهدك لاغو تغيط ما غاديكفيك وفي التعليم راهدك لاغو تغيط ما غيكفيك وش الفين درهام تلس الف درهام غاديكفي خمسة ستة دنس بعد الناس الاعياد وكل شي خاصة تزيري وكنا نتكلم هنا على الدياخر ماشي نتكلم راهاتك فيكم في الاكل والشرب واللبس ورمضان وكل شي وتوفري منها واحد شوية دري منها ولكن ماشي كافي لمستقبل دي الولاد اللي بغيتهم تقريهم والزروسهم وانتيا وكل ما كبروا دريل حقوه واحد وعشرين سنة كيتحييدوا لك ملاغو تغيط مبقاوش يعطوهم يهدا وواحد وعشرين سنة على ما اظن في لميتوال اما يمكن في اسميتو 18 سنة والله ما عقلت انا ما عقلت على الولادي في انتا حيضهم لي لكن لميتوال حيضوا لي في 21 سنة هنا حبيباتي فكروا مزيان استثمروا في انفسكم بقى قلصة في الدار سيري دري شي حاجة قلسي مع الزوجي اقولي انا بغيت نخدم ولو غير مصنهار غادي ندير نمشي نخدم في شي معملد الحلويات مع شي تريتور نطيب كعيط لك مره 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 تمشي طيبي نقديري الخياطات تديري الحلاقات تديري بزرد الأشياء خدمي مع الزوجي خدمي انتقلبوا يعني ما تبقاوش قلصين تستنو هدك الولد هدك البنت باش غدت حلبيهم لانا قريتك انا درت لك انا درت لك نقريهوا اللبسون واكلون طببو نعلموا الاخلاق ونعلموا الدين لنفسه أنا إلى برني هدك يدني وما فيها غير يكون بر بيا هدك يدني وما فيها هو إلى عد الله سبحانه وتعالى ما استكاله وعطاه را ما غير يفوتك ولاد الحلال را ما غير يفوتك هوا ومرضي الوليدين ما غير يفوتك المساخط احنا ما كنا ندروا عليه لهذا استثمروا في أنفسكم قبل ان استثمروا في أولادكم لأنفسكم استثمروا في أولادك أبناءك لهم وليس لك وللأب وما تظنوا على أنك دابة عايشة يدخل القفاف والتلاجة عامرة وكل شيء عامرة وتسافر فيما بغيتي على أنك تبقى أن تدير الرجل على الرجل لما كنت ضامنه على أنه راح تحت مضامن الحياة راح تحت مضامن شي حاجة ولكن دائما ندروا الاحتياطات كيفما ننشر السيارة ندروا لها واحد تعمين لأنفسنا المادي نفكروا فيه الغداء وليداتنا لأنفسنا نتمنى راح تولد عليكم هذه الفيديوهات ونبيكم راح نحبكم كاملين